بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي أدريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثالث من الدرس الثالث في الوحدة الثانية ومع هذه الخاصية من خواص المحددات ألا وهي أن محدد حاصل ضرب مصفوفتين يساوي حاصل ضرب محددين المصفوفتين وإليكم المثال التالي الذي يبين صحة هذه القاعدة في البداية نأتي بحاصل ضرب المصفوفتين A في B يساوي 6 2 2 1 3 7 0 سالب 1 يساوي مصفوفة أيضا 2 في 2 الصف الأول في العمود الأول 18 زائد 0 الصف الأول في العمود الثاني 42 ناقص 2 الصف الثاني في العمود الأول 6 زائد 0 الصف الثاني في العمود الثاني 14 ناقص 1 وتكون المصفوفة النتجة من حاصل ضرب تلك المصفوفتين عناصرها 18 40 6 13 الآن نقوم بحساب محدد المصفوفة A يساوي 6 في 1 ب6 ناقص 4 يساوي 2 محدد المصفوفة B يساوي 3 في سالب 1 سالب 3 ناقص 0 7 في 0 يساوي سالب 3 أي أن قيمة محدد المصفوفة A في المصفوفة B يساوي 2 في سالب 3 يساوي سالب 6 على الجانب الآخر نحسب قيمة محدد المصفوفة A في B نجد أنها تساوي 18 في 13 ناقص 40 في 6 يساوي 240 ناقص 240 يساوي أيضا سالب 6 وهذا يثبت أنه محدد حاصل ضرب مصفوفتين يساوي حاصل ضرب محدد المصفوفة الأولى في المصفوفة الثانية